مجلس الوزراء المصري يقر الموازنة والمالية تخفض دعم الطاقة بمقدار 25 مليار جنيه والجرح والعربي بالبرلمان غدا لمناقشة برنامج الحكومة الاقتصادي مصر تطالب قبرص بتسليم مختطف الطائرة للقاهرة وتشكيل فريق موسع للتحقيق في مقتل الهيطالي ريجيني والمجلس الاعلى للجامعات يقرر لا تعديل في مواعيد امتحانات نهاية هذا العام اشتركوا في القناة